يكتسب المسار الدبلوماسي لإنهاء الاجتياح الروسي لأوكرانيا زخما أكبر مع إعلان كييف توصلها مع كل من إسرائيل وتركيا لتنظيم محادثات أخرى مع الجانب الروسي غير أن التشدد الذي عكسته تصريحات الكريملين خلال محادثاته المشتركة مع زعيمي فرنسا وألمانيا يوم السبت تنبئ بتعقيد جهود البحث عن مخرج سياسي للأزمة بين أطلال ما كانت يوما بلدة آمنة عند أطراف العاصمة الأوكرانية كييف تظهر بجلاء الفاتورة الباهضة للاجتياح الروسي الذي حول منازل بيشيف إلى أكوام من الأنقاض ومشاهد الدمار التلك التي تؤرق الضمير الإنسانية الدولي منذ بدء الغزو في فبراير لا تغذي المناشدات لمقاضات روسيا على ما ارتكبته خلاله من فضائع فحسب وإنما تطفي أيضا الحاحن على الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الحرب جهود تكشف كييف أنها قيد التشاور الحثيث مع كل من إسرائيل وتركيا لتين تتمتعان بعلاقات جيدة مع طرفين نزاع لوضع اللمسات الأخيرة على موقع وأطر المفاوضات مع موسكو والتي قد يلعب فيها البلدان دور الوسيط تطور يأتي بعد نفي السلطات الأوكرانية قبل ساعات صحة تقارير تداولها الإعلام الإسرائيلي عن ضغوط تمارسها حكومة نفتالي بنت على كييف لتلبية الشروط الروسية وفشل الاجتماع الذي استضافته تركيا الخميس بين الوفدين الروسي والأوكراني في تحقيق أي تقدم وقد تندرج جهود أوكرانيا لإعطاء دفاعة للمسار السياسي ضمن سياق سعيها لتوفير بدائل لمفاوضات جوميل ببيلاروسيا التي تساند الاجتياح الروسي بالرغم من تقاطع بعض المؤشرات الإيجابية الصادرة عن كييف وموسكو بشأنها حيث تحدثت كييف عن تحول جذري بموقف موسكو بعيدا عن لغة الإنذار والوعيد وأشار الوفد الروسي إلى تحقيق تقدم قد يفضي قريبا إلى ما وصفه بالموقف المشترك ويبدو بأن موسكو تعكف على ما تنذر التصريحات الأوكرانية على تحسين شروطها التفاوضية عبر تغذية وتدعيم الحركات الانفصالية التي تهدد وحدة أوكرانيا بعد أن اصطدمت مساعيها للسيطرة عسكريا على المدن الأوكرانية بمقاومة شرسة لم تتوقعها قوات الاحتلال تسعى في خرسون لتكرار تجاربها السابقة بتشكيل جمهوريات مزيفة حيث يجري ابتزاز المسؤولين المحليين والضغط على المشرعين وهناك بحث عن جهات قابلة للرشوة أملا في تنظيم ما يسمى بجمهورية خرسون الشعبية وتتقطع محاولات تسخيم المفاوضات مع دخول قطر على خط التسوية حيث دعى وزير خارجيتها خلال محادثات هاتفية مع كيف قبيل زيارته لموسكو جميع أطراف الأزمة لتلاف التصعيد وتنبئ المحادثات الثنائية بين محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل ساعات بوجود ما يشبه الضوء الأخضر الأمريكي لدور قطري في حل الأزمة إلا أن مواقف الكرملين بعيد المحادثات الثلاثية بين كل من فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاب شولتس عكست تشبث روسيا بالحل العسكري حيث لم تلقت ضغوط الفرنسية والألمانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار أذانا صاغية في موسكو بما قد يشي بنيتها مواصلة الاجتياح أملا في تحقيق أهداف تبدو بالطراض بعيدة المنال ولمتابعة النقاش ينضم لنا من واشنطن عبر سكايب كينث كادزمن خبير السياسة الخارجية مرحبا بك معنا سيد كينث وشكرا لتلبية الدعوة هل أنتم متفائلون بالتغير الجوهري لسياسة بوتين في هذه المفاوضات والذي تحدث عنها الرئيس الأوكراني زيلنسكي شكرا وبالطبع دعني أوضح أن هنا بصفتي الشخصية ولا أمثل مكتبة الكونغرس أو مكتب البحوث هناك أو أي أحد عدا نفسي نسبيا أنا متفائل وذلك لأن السيد بوتين خياراته لم تنجح قواته تؤدي أو أداؤها سيء جدا وتقريبا بعد ثلاثة أسابيع من الغزو لم يسيطر على أي مراكز سكانية كبيرة وخسر الكثير من الرجال والكثير من المعدات والكثير من الخبراء العسكريين يقولون أن بوتين ليس لديه القوات حتى للاستيلاء على العاصمة كييف أعتقد أن السيد بوتين ربما ليس أمامه غير التفاوض والعثور على أفضل حل لإنقاذ الوجه أو ماء الوجه وإظهار أن هناك تقدم أحرزه لشعبه وأن بعض الأهداف تحققت وربما تغير في الدستور الأوكراني الإعلان عن حيادية أوكرانيا وأنها لن تنضم إلى التحالف الغربي ولكن أعتقد أن السيد بوتين في موقف عليه أن يساوم وأن ينهي هذه الحرب سيد كينث هل تعتقد أن الأسباب ذاتها من عدم تحقيق تقدم على الأرض في أوكرانيا هي التي دفعت بوتين لتوسيع ضرباته والقصف الروسي ليصل إلى غرب أوكرانيا اليوم نعم هذا ما قاله الخبراء العسكريون أنك إذا لم تسيطر على كييف سريعا والأهداف العسكرية الرئيسية لم تتحقق فنو سيلجأ إلى الحيال التي استخدمها في سوريا وفي شيشان من الوقوف خارج المدن وقصف المدن وإجبار المدنيين على المغادرة وإرغام الحكومة على التسليم ولكن حلب وحمص في سوريا هذه مواقف مختلفة هذه قوات سوريا عسكرية تسيطر على مدنها جروزني جزء من الاتحاد الروسي ولكن أوكرانيا دولة ذات سيادة وهي أقل استعدادا لقبول شروط السيد بوتين لمجرد أنه يقصف المدن وهم غير مستعدين للاستسلام وقبول شروط روسيا المفرطة أوكرانيا قد تكون مستعدة لقبول بعض الشروط كما أقرأ من تصريحاتهم ولكن لن يستسلموا طيب سيد كينث كيف تنظر برأيكم الإدارة الأمريكية إلى هذه التدخلات إذا جاز التعبير محاولة التفاوض ولعب دور الوسط من جانب تركيا إسرائيل ويبدو حتى أن قطر عبر زيارة ربما ستكون غدا لوزير خارجيتها لموسكو لمحاولة التفاوض بين الطرفين كيف تنظرون لهذه المحاولات ونتائجها في وقف هذه الحرب برأيكم الولايات المتحدة دائما ترحب بالوساطة ومن الواضح أن الولايات المتحدة عملت مع قطر للوصول إلى الطالبان وإجراء مفاوضات حول العلاقات مع الطالبان قطر وتركيا واضح أن تركيا عضو في النادو والنيتو ورفضت أن تفرض عقوبات على روسيا وبالتالي تبدو أن لها مصداقية لدى الطرفين إسرائيل السيد بينت زار سيد بوتين مؤخرا وبالتالي هناك مصداقية وهناك الكثير من الروس الذين غادروا لاتحاد السوفيتي ويعيشون في إسرائيل هؤلاء وسطاء محتملين وواضح أن أمريكا تتطلع أكثر لألقاد الغربيين السيد مكرون والسيد شولتس من ألمانيا كوسطاء ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة ترحب بأي وسيط يمكن أن يجد مجالا للتقدم هذا مرحب به في الولايات المتحدة سؤال أخير فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن الولايات المتحدة أن تتخذها ضد روسيا إذا ما أخفقت هذه المفاوضات استمر هذا التصعيد على الأرض ضحايا مدنيين وهجرة غير مسبوقة في أوروبا منذ زمن بعيد ما الخيارات عدى الضغوط الاقتصادية على موسكو والمساعدات الإنسانية؟ الولايات المتحدة تنفذ بالفعل خيارات إعطاء الأوكرانيين أسلحة متقدمة وهي تستخدم بطريقة فعالة جدا من جانب الأوكرانيين وهناك خيار آخر الولايات المتحدة لم توافق على خطة بولندية لنقل بعض المقاتلات إلى حيازة الولايات المتحدة ولكن ربما هناك طرق أخرى لنقل طائرات مقاتلة والولايات المتحدة تبحث عن طرق أخرى لمساعدة الأوكرانيين عسكريا من ناحية الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة أعتقد أن الإدارة استبعدت ذلك لأن هذا قد يصعد الأمور إلى حرب عالمية أو نزاع أمريكي روسي أمريكا لا تريده ولكن مساعدة الأوكرانيين كل هذه الخيارات على الطاولة لتقديم أنظمة أسلحة إضافية ربما نظام دفاع صاروخي 300 أو البيتريوت لا أعرف هذه الخيارات يتحدثون عنها من واشنطن سيد كيرث كازمن خبير السياسة الخارجية شكرا جزيلا لك